اشتركوا في القناة سلطان عمان الشقيقة على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين منويا بالاتفاقيات ومذكرة التفاهم التي شهد جلالة الملك المعظم وجلالة سلطان عمان حفظهما الله مراسم التوقيع عليها والتي ستدعم مسارات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لمزيد من التطور والنماء ثم عرب المجلس وعن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على إعلان سموه عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في عدد من الدول العربية ومن بينها مملكة البحرين والذي يأتي عكاسا للجهود المبذولة من قبل مجلس التنسيق السعودي البحريني ويدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية والتاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين والتي تأتي تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتقديرا لمكانة مملكة البحرين كواحة للتعايش عبر التاريخ وكدا المجلس في هذا الصدد حرص مملكة البحرين على تعزيز قيم التسامح والتعددية بما يدعم السلام العالمي ويرسخ المبادئ الإنسانية السامية كما رحب المجلس بعقد ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني والذي يعقد تزامنا مع الزيارة الرسمية والتاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذين سيزوران المملكة بدعوة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ويرسخ هذا الملتقى الهام المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين والدور الحضاري والإنسانية التي تميزت به على مر العصور في نشر التسامح والتعايش الإنساني وتعزيز الحوار والتقارب الحضاري بين الأديان والثقافات من أجل خير الإنسانية جمعا عقب ذلك استعرض المجلس آخر مستجدات التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي أظهرت توظيف 2444 مواطنا والذي يمثل 122% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف 20 ألف بحريني سنويا حتى عام 2024 كما تم تدريب 8879 مواطنا والذي يمثل 89% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتدريب 10 ألف بحريني سنويا حتى عام 2024 وذلك في ضوء الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من سعادة وزير العمل ثم نوها مجلس الوزراء بجهود الأطباء وكافة منتسبي القطاع الصحي وما يقدمونه من بذل وعطاء للحفاظ على صحة الجميع ووجه بمناسبة اليوم الطبيب البحريني تحية شكر للكادر الطبي البحريني على اسماته النبيلة وعطائه المتواصل بعدها عرب المجلس عن أصدق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة في ضحايا انهيار جسر معلق في نهر ماتشو بولاية جوجرات غربي البلاد وتمنيته بالشفاء العاجل لجميع الجرحة كما عرب المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية كوريا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع في العاصمة الكورية متبنيا للمصابين شفاء العاجل بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية 1- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية بالمستشفيات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص 2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول قرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بعدد من الواردات الصناعية 3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية تحول التعليم بين وزارة التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت والذي يهدف لتمكين الطالب والمعلم من تحقيق المزيد من التطور عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عدد من المشروعات بقوانين ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في المؤتمر الدولي الأول للزراعة والمشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين خلال شهر نوفمبر 2022 اشتركوا في القناة